وفي خضم ما يشهده العالم اليوم من نزاعات وتاجذوبات غير مسبوقة وفي ذل التحديات الأمنية الكبرى التي تعرفها منطقتنا وفضاؤنا الإقليمي تعيش على وقع تحديات ورهانات جديدة زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال حيث تلشت معها كل الحدود بين الدول وتغير معها مفهوم الأمن والدفاع خاصة مع بروز ما يعرف بحروب الجيل الجديد أو الحروب الهاجين وعليه فإن هذا الوضع الجيوس حروب الهاجينة الهاجينة مش الهاجين طبعا قرأته هاه وشحال في العالم قرأته مش بعيدة على درواز يعني درواز اللي بهدى الجزائريين أمام العالم تعال في الافتتاح هنا شنغريحا راي خاطب في بعض الضباط منهم بما فيهم جينيرالات إلى آخره ويقول لهم وراه يتغير العالم ولازم ننتبهه وش راي يصر فيه والعالم هذا وراه يكاين الحروب الجيل الرابع والحروب الهاجينة إلى آخره إلى آخره أنا متأكد باللي مفهم فيها ولا شيء مش فهم ما معنى الجيل الرابع ولا الحروب الهاجينة ولا يقدر يفهم ما يقدرش مستوات تعليمي محدود كان يقوله ترمينال كان يقوله باكالوريا لكن هؤلاء كان ممكن حتى بالطرواز يام يطور روحه ويروح بعيد لكن هؤلاء قلبوها سكرات شهوات صهرات إلى آخره من أموال الشعب وكانوا يتلعوا في القرادات في التسعينات كان ذبح كبير في منطقة البويرة وفي منطقة هو راه يعتقد باللي كينجي ونخرجه مثلا ونصيفوه بما فيه هذه حرب هاجينة رانا ندير له فيها هذه حرب الجيل الرابع رانا ندير له فيها هو سخيف سخيف جدا متافح جدا لا يفهم اعتراضات الجزائريين أو تدخلاتهم في وقت التواصل الاجتماعي يعتقد أنها حرب هاجينة ضده دول كلها راي معكم وتساعد فيكم لأنكم كما كنت نحكي على السيسي وقاعدين تدفعوا في الأموال أنتم مثلا قاعدين تشيروا في السلاح من إيطاليا ومن ألمانيا ومن الروس ومن شعار فمنين وفاتحين الجزائر لشركاتهم وإسبانيا كانت هي الصديق الأول وكنتم فاتحين لها شركات للبلاد وقاعدين تهربوا في الشكاير ثم وألاف من عناصر العصابة موجودين في إسبانيا وعلى ذكركم تقدموا خطوة تؤخروا خطوة في التعاون مع إسبانيا أمام الشعب تلعبوها باللينتومة خلاص غدوة تقولت راح تقول نوض حرب مع إسبانيا وفي الواقع كان شيء آخر في الواقع كان شيء آخر قال لك راحين يديروا يرفعوا أسعار الغاز لإسبانيا وفيش راحين ترفعوا الأسعار راحين تبيعونهم بما فيه في السوق الدولية لأنكم تتبيعون بأسعار منخفضة وعلى أسعار منخفضة وباش يسكتوا عليكم يدعموكم باش أوروبا والأتحاد الأوروبي ما يصدرش حاجة أشياء ضدكم بمجرد ما دارت عليكم إسبانيا التحاد الأوروبي سبقوا مهددكم على سبيل المثال روحتوا تجروا لإيطاليا اللي قال لك راحين تصدروا لها الكهرباء ونبيعونها الغاز بأسعار مخفضة على باش إيطاليا تولي يدير دور اللي كان ديروا إسبانيا كانوا يبيعوا لإيطاليا بأسعار مخفضة بسح الأسعار لحتى الغاز الآن العالم قا يحتاج الغاز قال لك راحين بيعوا نزيدوا 9 ملايير متر مكعب تأغاز لإيطاليا هذا العام بالصح يبيعوه لها بسعر مخفض بدل ما يبيعوه لها بسعر الجديد باش تبقى إيطاليا تحميهم داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الغرب هذه المشكلة معناها من أموال الشعب الجزائري يتلقوا الحماية أوروبا اتحاد الأوروبي يرى يدرب فيهم ويجيب لهم في البروغرام والسوفتوير باش يراقبوا الناس ويراقبوا ما يشعرفوه وحاصلين مو مش عارفين يمشوه مش عارفين يمشو هذي السوفتوير ما زال مره مره واحد يقول لي بلك يسمعوني في الفيسبوك ما يقدروا يسمعوك لا في الفيسبوك لا في الواتساب لا في الفايبر لا في تيليجرام لا في سينيا ما يسمعوكش بالرغم أن ما أعطينهم تكنولوجيا لك مش ساهلة باش يتحكموا فيها مش ساهلة طيب خارج طيب يا شنقريح خلينا نهدر معاهم شوية ذاك يا شنقريح أكبر خطر على الجيش هو وجود قيادة فاشلة وجود قيادة مريضة وجود قيادة عاجزة بالسنة سيدي خلينا نقول لهم ماكوش عاجزين في العشرة في السن أكبر خطر على الجيش أن يكون فيه جنرالات فوق السبعين ما يمشيش ما كانش جيوش فيها فوق السبعين ما كانش اللهم إلا متخلفين شوية كما أنتم أما فوق الخمسة وسبعين فلا أعتقد أن هناك عسكريين فوق المناطر الخمسة وسبعين أما فوق الثمانين فهذه كارثة للناس تقول لك لا لا راكم تتمسخوا مره أنا قلت واحد صحافي قلت له عننا عسكري في عمره تسعة وثمانين سنة قال لي هل أنت جاد قلت له عني جاد قال لي لا قال مستحيل قول ما أجبتش من الأنترنات السنة انتع بنع لي بنع لي وشافوا ما يصدقش لا يصدق لم يصدق قال لي أنا نظن باللي مكيش تعمل فوق السبعين قلت له لا فهذا فوق السبعين أرى هو الأصل كبار جنيرالات قاع فوق السبعين وقايد الجنيرالات سبعة وسبعين ومريض عنده سبعمائة مرض وكان المفروض يدخلوه للحبس لو لا بنوير الدمن عنده شكارة وسلكه هو أكبر خطر على الجيش هي قيادة فاشلة الجيوش وشنو قيادات الجيوش قيادة الجيوش ليس ديمقراطية وناس تقول آراء انتاحا القيادة تقرر تقدر تدك للهاوية تقدر تدك للانتصار فأكبر خطر إذن هو القادة القادة دليلي منين حقا القادة اللي كانوا مع الجايد صالح وهم في السجن تقريبا كلهم تقريبا يرجعوا الناس كانوا يرجعوا الفيديوهات انتا 2019 يشوفوا اللي كانوا يقعدوا مع جايد صالح سواء الصفوف الأولى ولا في أحد اللقاءات مرة مرة يدعوا اللقاءات كانوا فيها 12-14 جنيرالات ثلاثة ماتوا على المرجح انه كان اغتيال بالحقنة او بشيء اخر بما فيهم نسيب الجايد صالح الجايد صالح ايضا مات نحن متأكدين انه اغتيال لكن خلينا نقوله مات يا سيدي كل اللي كانوا معاهرهم في السجون معده اثنين من حوالي 22 جنيرال كانوا مع الجايد صالح كانوا من الضائرة الاولى تاو 12 منهم كانوا يحضروا على الاجتماعات والعاشرة الاخرين مرات اثنين فقط مهمش في السجن ثلاثة ماتوا او ربعة كانوا يقولوا ربعة إلا ضمينا الجايد صالح ربعة وربما خمسة واحد خمسة لكن على الاقل ربعة متأكدين منهم يعني إذا حسبنا الجايد صالح والبقية كم؟ البقية 16 من الجنيرال كلهم كلهم ربعة في السجن ولو كان ماش باش نضيع الوقت للناس نجيبهم بالاسم الآن وبالصورة وبالك نديرها لكم المرة للأسبوع القاتم او اللايب القاتم هذا دليل من عندكم ان قيادة الجيش على الاقل كانت نقام مع الجايد صالح فاشلة تماما وفي الحقيقة قاعد كنتوا مع الجايد الصالح عجبتني مرة في بنويرة لما رد قال مرات يقولوا جناح الجايد الصالح وما نش عارف قالوا الاخرين وين كان وشنغريحة وين كان وبنعلي وين كان وين كان ويكان ومتحت حكم الجايد الصالح وهذه حقيقة طيب زيد حاجة اخرى وشنو هي الخطر على الجيش وعلى البلدان وعلى الشام الخطر على الجيش هو أن يكون ربع ميزانية الجيش ربع الميزانية 12 مليار دولار شوية اكثر من ربع في الحقيقة تروح لوزارة الدفاع في حين ان وزارة الصحة وزارة الفلاحة وزارة التجارة وزارة التربية وزارة من يشعار في الجامعات وزارة قاعدوا يجمعوا وما يلحقوش وزارة الدفاع يعني حوالي 20 وزارة اذا نحن منهم تربية حوالي 20 وزارة باش توصل توصل قيمة وزارة الدفاع 20 قطاع هذا خطر على البلاد ثم هذه 12 مليار اللي تروح سنويا هل تذهب في إنتاج أسلحة دبابات طائرات طائرات بدون طيار بواخر بوارج حربية سواريخ ياخي ليش ما عندناش سلاح سلاحنا كلنا نشروه مصنع تعلق الكلاش اللي في خنشلة جابونا الإمارات من الصين لازم رحونا على الإمارات باش نخلوه نصف المبلغ في بونوك الإمارات وجابوه هنا ويحكي لي واحد منقرب من المصنع قال لي أكثر الكلاشات اللي نخرجوهم يخرجو عوش ومرات ينفجروا على الجنود ومرات يتيروا بالمعكوس كلاش الاربيجي ما ننتجوهش الاربيجي ماش سواريخ اسكندر ولا سواريخ سام ولا اربيجي تاع عشرة كيلومتر ما ننتجوهاش هو هذي أكبر خطر على الجيش لما تبون جاء لعبها رومبو وقال لهم لو كان وصلوا القوات المرتزقة يقصد تاع فاغنر في ليبيا لو كان وصلوا للترابلس وكان الجزيرة دخلت فالصحفي قالوا الدخل عسكريا قالوا بكل طرق ما نقول لكش طبعا كانت أنا ذاك الأطراك والأمريكان هما اللي ضربوهم وردوهم يعني بربو فاغنر يعني فلما سمعوا الروس ربما قلت هالك ما دي من قبل لما اسمح بوتين قال للعسكر تاحا ما عايطول هذا عايطولنا الواحد منهم جيبونا هذا رئيس الجيش راح شنجري حثم قالوا باش تحاربهم باه يعني فاغنر كان باش يدخل يدعم في حفتر ويسيطر على ترابلس انتوما باش كنتوا باش تحاربوهم بسلاحنا اللي بيعيهم ويقول لكم او لا بسلاحكم قالوا لا بسلاحكم احنا عارفين يشيرون عندكم وكيفاش تحاربوهم هاو نحبسو لكم الطيارات هاو كان يقول فيها رانا في عالم تكنولوجيا وطبعا طائرات اللي عندنا شارينها من عند الروس او حتى الشارين لسومارا من عند الطيليان نزوج ونظن نزوج من عند لالمال يضربوهم بوتون بارك من بيرلين او من روما او من موسكو قفل 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 فقط انا انا هنا هاي الناس تسمع فيا باب قفل قفل وصلت لاستراليا والوهران وتامراست وورقلا والميكسيك وقفل اقفال الآن هذه الامور كلها اقفال طائرات اللي يطير ليبنيها اللي يخدمها يتحكم بها بالاقفال ياخي مراتك متسمعه طائرات بدون طيار وين يكون الانسان يكون في كاليفورنيا يضرب في افغانستان عشر الالف كيلومتر بعيد عليه باب قفل ويتحكم القيادة على بعد عشر الالف كيلومتر وين عايشين هذي العباد ان جيشا لا يصنع سلاحه ولا شركاته الوطنية ولا الداخلية لتصنع له سلاحه ماهوش جيش راح جيش تعبان راح ضايع عندما تشتري ورحين يديروا ديفيلي بعد اللايف القادم نحدثكم عن الديفيليات باش يدي فيلي هذا باش راح تديروا باش مسلاح اعطونا سلاحه لانتجنا هاي اعطونا واحد خرجوا قولوا هذا سلوخ جزائر ولا هذي دبابة جزائرية ولا هذي طائرة جزائرية ولا هذي كلاش جزائر اعطونا حاجة باه من اين وتتحدث الحروب الهاجينة ومكفى فيها ولا شيء هوا من الحروب الهاجينة هذي وقفلك تكنولوجيا توقفلك الطائرة ولا الصومانة شريها من عند الطيليان ولا من عند الماريكان ولا حتى من المريخ باه طيب خلي نزيد لك حاجة اخرى من مخاطر دلي الجيش ان يكونوا مئات الالاف من قدماء الجيش يتظاهرون كاللي عندهم سبع سنين كاللي ثمان سنين كاللي عشر سنين وما يتظاهروا كاللي ماتوا كاللي هبلوا كاللي انتحروا لانهم ما عندهم مش مداخيل ما تعطي لهم مش حقهم أو تعطي لهم في مبالغ ما تكفيهم مش حتى مرات باش يخلصوا الدواء او باش يشري الماكلة برقلنا من اللبسة والكراعي الاخره وهو ما زالوا ما زالوا لحد الآن وقلنا هلكم سبعمائة الف مرة قلنا لكم رأوا تعطيهم غير الفاصلة اللي فوق المئتين الف مليار لزانية الجيش اكثر من مئتين وستعاشن الف مليار في السنة كنت تحلوا المشكل لهؤلاء المئات الالاف ومئات الالاف رغم الثكنات يجعون لان الماكلة انتحهم تهرب لان الماكلة انتحهم يديها الكوموندا والكولونال والاجيدا وقائد الناحية وقائد الثكنة وقائد المسؤول الأمني ولم نعرف رهيب 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 كيف يقومون لديك الجيش كيف إذا كانوا الجنود وصف الجنود وصف الضباط وصف الضباط الصغار يعيشوا الميزيريا الكهلة والصاليرات تاحهم الشهرية البسيطة اللي عندهم يشرون منها الماء ويشرون منها الكاسكروطات ويشرون منها الكمبا ويشرون منها الرونجاس يقسموني كثير من الناس يقولوني في ربع سنين يعطوك زوج كومبا لبستين في ربع سنين وصف الضباط واحد كان يقولوني يزوجون مرتين يعني دو باء زوجين ملحدة وكان يقولوني أنه زوج واحد صف الضباط واحد ربع سنين كيف يشرونهم بعد هما من الأسواق الطراباندو منين بلا ما نحكي على التكوين ضعيف جدا بلا ما نحكي على عشرة الآلاف اللي مرميين في الصحاري واللي مرأت الماما يوصل لهمش منين لي يقولكم على هذه الكوارث تعتبروه ضدكم واللي ينهب ميزانية الجيش وينهب ميزانية البلاد تعتبروهم زعاما وراهم معاكم تبيعوا في الأوهام تبيعوا في الأوهام ثم هل الجيوش اليوم هي دبابات وطائرات هذا نفترض أنها نتاعنا وإحنا خدمناها وهل هي دبابات وطائرات أم هي أشياء أخرى ما يحدث اليوم بين إيران وإسرائيل من حرب خفية يسمى الحرب السبرانية هل فيها دبابات وطائرات أم هي أشياء أخرى البارح الإيرانيين داخلين على مواقع إسرائيلية مشددة منها مئات الألاف من الأسماء جايبينهم بالأسماء وقاعدين بعتنهم في رسائل الإسرائيليين هنا نعرفوك وراكم نيرك تشري وهي الكارتة التاعك وهو والإسرائيليين نفس الشي منين ذاك يضربوا في إيران منين ذاك هم حكموا مجموعة إيرانيين لإسرائيل أو إسرائيليين لإيران وهكذا اليوم رأم ملقين القبض على واحد من أكبر جنرالات في إيران لقاه الجاسوس لإسرائيل الحروب هذه حرب السبرانية وإيران تضرب وإسرائيل تضرب بالمناسبة صحيح إسرائيل حد الآن رأي متفوقة لكن إيران رأي بدت تقترب أيضا من المعادلة عشرات المهندسين والعلماء الإيرانيين قتلوا داخل إيران هذه ليس دبابات ولا سواريخ ولا هذه أعمال مخابرتية وأعمال سبرانية وأعمال كثيرة وين عندكم أنتم وين قاعدين تعسوا في معارضين في سامي درنوني إبراهيم الإعلامي وأجيبوا محمد بن حليمة وكأنه هو اللي يسرق البلاد وهو اللي ينهب وهو دايرين حلقات وينيش عارف وين روح تعتقدون أن هذه الأكاذيب صدقها الجزائريين وحتى لو صدقوه والله لو صدقها الشعب الجزائري قال والله ما تحرك لنا شعرة شعرة في هذا الرأس لا صلع والله ما تحركه والله لو كانت الثورة المضادة والذباب هم أهل الهند والصين ما حركون لنا شيء مش عارفين مع مرة كنت مش عارفين تعتقدون أن البروباغندا بتاعكم هذيك راح تجيب نتيجة الشعب سينتصر بنا ولا بلا بنا أما إحنا فعيل حد الموت أو السجن حتى آخر نفس ولا لغالب قدرتوا وين وصلتوا وين تسجنونا هنا ولا في مكان آخر لا توقفوش والمعركة تستمر ومتى نحن ولا حينه مش هذا هو المهم المهم أن الشعب سينتصر في النهاية الشعب سينتصر هذي حتمية عند الشيوعين يسموها الحتمية التاريخية وعند المسلمين يسموها سنن الله الكونية أنتم الخطر على الجيش أنتم الخطر على البلاد أنتم ناس أنتع ضروق أنتع شراب أنتع شهوات أنتع فساد فدتوا السبعين وشدين في الكراسة تطردوا في ضباط كبار طردتهم في الأربعينات والخمسينات وهم في عز العطاء أنتاحهم والقدرة أنتاحهم حجرة والله لو لي من الأمر شيء لا يكون هناك جنرال تنفيذي أبداً وقد وصل السبعين السبعين هو أقصى حد كما هي في كل جيش العالم المحترمة وممكن بعد السبعين يخدم مستشار ممكن ممكن يعاوننا بالاشتشارة وبالعلم اللي عنده وبالتجربة والخبرة الله يبارك صح ما كانش وما يمكنش يكون عندنا رئيس ولا وزير فوق الخمسة وسبعين ما كانش في الجيش المناصب التنفيذية أقصى حد سبعين بل أن القانون اللي راكم مخترقينه القانون الفين وستة يقود ربعة وستين سنة ما عدا قائد الأركان اللي ممكن يجدد له الرئيس مرة معناها تولي ثمانية وستين هاك داخل على ثمانية وسبعين هاكم تبيعوا في هاي هاد الايام بيع وشراء متعلي قراد كاين اللي شراء قراد تاع جينيرال بسبعة مليار سنتيم وهاكم عارفين اني ربما لي من اشير لأنها تفاحها بلورو سبعة مليار سنتيم رح يعلك جينيرال بالك نذكر بالاسم من هار ليعلك وغيروا اللي بخمسة مليار اللي ببيه ثلاثة مليار اللي بايش عقيد ثنين مليار اللي بسيارة اخر طيراز للجينيرال الفلاني بايش يعلق له عقيد ولا يخترحوا عقيد ولا يخترحوا كوموندو اللي يحطوا لهم دراهم في فرنسا وفي اسبانيا وفي الإمارات هاو تتباع القرادات الآن الرتب يبيع ويشراع وشافيق والذكره ليس مقصر هو عادل والد ما يسمى الأمين العام لوزارة الدفاع قاعدين يبزنسوا بالقراد وقاعدين يلموا كما كان يلموا السعيد وولد عباس وشكاير بالدنار بالورو وبالسيارات وين وين رايحين كون جاينا في دولة عادل ودولة قانون القراد قدام لا يفوت واحد لجنة كاملة مدنية وعسكرية تشوف واش دار واش مدار شي يستحق ما يستحقش ما هوش بالشكاير تعلورو ولا تعل دينار ولا تعل واشياء أخرى للأسف كان يدفع في أشياء أخرى أبشا وين رايحين او انتم الخطر على الجيش ولي أنكم سيترتوا على البلاد خطر على البلاد والوطن والشعب لن نسكت على هذا ولو خرجتونا سبعين ألف من الثورة المضادة أو سبعمائة ألف راكم خاصين ثاكانات باش تهجمنا عملاء في عدة عواصم تليفزيونات أصبحت تليفزيوناتكم يذكر فيها أسمنا كما لا يذكر أسماء ربما أسماء ما نشعرفه زرع وكالة الأنباء عشرات المقالات والكتابات عالية ولا على رشاد وين رايحين رحكم في الجنون رح يجنون الحقيقة أنتم الخطر الأكبر والخطر الأعظم على هذه البلاد وعلى هذا الشعب وعلى هذه الأرض والحل أمامكم إما أن تفيقوا وتنتبهوا وتعرفوا أن الدبابات والطائرات ما تنفعكمش لو كان نفعت مبارك لو كان نفعت بن علي لو كان نفعت التعليمن كان نفعت باشير في السودان لو كان نفعت آخرين كان نفعت اتحاد السوفياتي اتحاد السوفياتي كشمكين جيش أكبر من اتحاد السوفياتي كان أقوى أحد كان أكبر عدداً أكبر من الجيش الأمريكي ورى الاتحاد السوفياتي اختفى قعم الاتحاد السوفياتي عودوا إلى عقلكم إلى عقولكم وإلى رشدكم الشعب هو اللي دافع للبلاد والجيش جزء من الشعب ما هوش فوق الشعب والجيش أبنائنا وإخواننا ما همش عابيد عندكم وعند أبنائكم وعند إنساكم عودوا إلى رشدكم قبل ما تقلب بكم راهزكم الواد وأنتم ما تقولوا محلها عومة هني نحذركم ونقول لكم نحن سنبقى سلميين ومسالمين وهذه قوتنا الحقيقية أما أنتم فإذا ما فطنتوش هو صراع بيناتكم كبير الخصومات بيناتكم كبيرة لم الشمل تعلف هذا ما يروحش بعيد العملاء اللي رغم يخدمو لكم ويجيبو لكم فيه وحده هنا مسكين يائسة أو تعيبة أو شقة ميروحش بعيد وكي تخدمو معه جهلاء اللي رغم يديرو لكم في الاتصالات جهلاء ونعرفوهم بالاسم والله غير استحياء والله كنت نذكرهم اسم باسم وربما ندير حالهم كاش نهار ورهم يتلاقاوا معا من واش داروا واش قالوا الى اخره ما تظنوش لنا نلعبو احنا ثاني الحمد لله كين احرار داخل المخابرات داخل السلطة داخل الدرك داخل الامن داخل الجيش داخل الادارة المدنية كين احرار وبعضهم مستمر معايا في سنوات اضافة الى ما نقوم بيحنا وما نعرفوه نحن ومرات نوصلو الحاجات بالتحليل واللي راكم تستخدمو فيه راهم يهدروا بزاف اتصلوا بيهم قولوهم نشدوا شوية في فامكم راهم يهدروا باش يورروا بلي روحهم راهم حاجة كبيرة وحتى يخرجوا راهم بداوا يخرجوا حتى مرات واحد هذا يخرج خوه هذا منش عارب شكون باش يبان باللي راهم هو راه يحارب في فلان ويحارب في راشاد ويحارب في زيتوت ومنش عارب ويراحين ويراحين اتقوا الله في هذا البلاد وحشموا وعودوا الى رشدكم ومن قلكم شتوبوا إلا درتوها مليحة إلا ما درتوهاش هذا أمر يخصكم لكن قلكم عودوا الى رشدكم عودوا الى رشدكم راكم في النهايات ومكوش فيقين هذا الشعب لن يصبر طويلا يسكت يسكت وينفجر ما تنساوش باللي اويحيا ما كانش يصدق باللي الشعب يخرج وقال كي يخرج او كان العصاء ورا اويحيا الآن ورا سلال الآن وراهم البقية ورا السعيد وراهم البقية كلهم وين لكن إذا ما تعلمتوش ومفهمتوش في هذا الوقت يجي وقت والله تندمو كي ما اللي يرى من آدمين داخل السجون لو كان ترتاق عارف روح يولي في السجن ويتعذب ولا ابو عز وسيني ولا السعيد ولا ياء اويحيا ولا سلال باش نذكر هذا الاسماء فقط لو كان تركوا قاع البلاد وخرجوا مش برك وصلوا الحل مع الشعب هذا الشعب خلق حرا وسيظل حر حتى ولو مرت عليه بعض السنوات البائسة واليائسة وبعض المفسدين الكبار سننتصر بإذن الله قضية قضية وقت فقط بنا او بدوننا سينتصر الشعب الجزائري سننتصر بإذن الله قدم